كان في خطأ يعني فألت لكم هدوا اللعب شوية عن نادي الأهلي ولسه في مباراة عودة الناس قالت لا أدى الأهلي خلاصوا واحد واحد النتيجة الترقدي قوي مش عارب ملتونهم لا لسه الأهلي عندي إحساس أن نادي الأهلي هياخد البطولة وده اللي حصل فعلا السنة اللي فادت نادي الأهلي تاريخ كبير زي ما احنا شفنا في التقرير الجميل اللي عمله مخرجنا محمد بايوميو وطاقم الإخراج مهمة النادي الأهلي يعني برضه عايزة أقول مش سهلة رغم النادي الأهلي من وجهة نظري ودائما بقول الكلمة دي هو أفضل فريق في أفريقيا حاليا هتقولوا لي ليه هقول لكم مش قصة نتائج بس النتائج دي بتيجي بعد شغل كتير جدا الشغل ايه عنده إدارة وعية يعني إدارة وعية يعني الناس بتخطط لمستقبل الكورة في النادي الأهلي مش بتخطط تحت رجليها أو بتبصل لموسم أو موسمين لا بتبصل خمس ستة سنين لو تلاحظوا كل سنة النادي الأهلي بيدم عناصر جديدة شابة ولعبة كويسة من أندية مختلفة يعني دايما لما النادي الأهلي جيل محمد بركاته ومحمد أبوتريكا وعصام الحضري وقبل كده كانوا يلجمع ومحمد شوقي تفاكرين الجيل ده النادي الأهلي لما اشترى مجموعة من لعبين الكبار بعدها باربع خمس سنين بدأ يشتري لعبة تانية زي وليد سليمان زي محمد ناجي جدو زي عبدالله السعيد وعمل توليفة محترمة وتوليفة تعمل فريق قوي ويبقى عنده هيكل تساعد اللعبة اللي كانت ومازالت نجومه لكن دي يعني إيه عايزة أقول ده هي دي كرة القدم إن بيبقى فيه فترة من الفترات اللعبة خلاص بتجبر شوية السن بيجبر فبتضخ دماء جديدة فالنادي الأهلي دايما بيعمل كده وده بيعجبني عكس بصراحة إدارة نادي الزمالك يعني آخر 3-4 سنين نادي الأهلي بيضيف صفقات بيشتري لعبة بيدعم صفوفه نادي الزمالك بيستغنى عن لعبة مهمة جدا واحد زي إبراهيم صلاح لعب في هاف دي فندر في نص الملعب والزمالك اللقتي بيدور على هاف دي فندر واحد زي عبدالله الساسي أفضل محترف في مصر آخر 3 سنين مع النادي المصري وحتى مع نادي الزمالك الزمالك يعني بيدلوش فلوسه وحاجات بسيطة 40-50 ألف دولار الرجل بيهرب نفس القصة أليكسيز من دوم ونفس القصة رزاء نفس القصة صبر رحيل دلوقتي لو جينا تفرجنا على محمد عبدالشافي فيه مطشطه الأخيرة مع الزمالك مستوى أقل ليه؟ محمد عبدالشافي مستوى أقل عشان حاسس إنه ما فيش منافسة ما فيش حد بعديه ما فيش حد أقعد له كان قبل كده أقعد له صبر رحيل كان فيه منافسة فمحمد عبدالشافي بيشد نفسه ومركز عشان يلعب خوفاً أن صبر رحيل يلعب صبر رحيل لما كان بيلعب مباراة وعبدالشافي مثلاً بيلعب هاف أو بيقعد فكان فيه منافسة دلوقتي ما فيش الزمالك استغنى عن 7-8 لعيبة مهمين جداً وما قدرش يعوضهم يعني الصفقات اللي الزمالك جابها ما جابش باكلفت ما جابش لغاية دلوقتي مهاجم قوي ما جابش لعب وسط مدافع قوي مكان إبراهيم صلاح فعشان كده الأهلي متفوق عنده إدارة مميزة بتخطط ناس بتوعكورة ما فيش تدخلات يعني بيشوفوا الجهاز الفني عايز إيه إدارة التسويق بتقدر تتحرك في النادي الأهلي رغم ورده أنا عايز أقول حاجة أن فيه يعني غضب من جماهير النادي الأهلي السنادي أو في الفترة اللي احنا فيها دي إن إدارة التسويق في النادي الأهلي واللي هي بتشتري اللعيبة ما عملتش صفقات كويسة السنادي السنادي يعني فشلوا في أكتر من صفقة منها مؤمن زكريا منها الصفقة الأخيرة بتاعت محمد زكريا اللي انتقل للنادي الإسماعيلي دي عاملة حالة غضب شوية في النادي الأهلي من الكابتن هدي خشب وقبليه كابتن ماجدي طلبة طبعا أيام المهانس عدل القاعي الرجل يعني أسطورة في التعاقدات محدش يقدر يتكلم فيه النقطة دي من أفضل الناس اللي أنا شفتهم في حياتي المهانس عدل القاعي بيعرف يتعاقد مع لعيبة ويجيب لعيبة ويخلص معاه طبعا والحج محمد عبداللهاب في النادي الأهلي الزمالك عنده دكتور عبدالله جورج سعد ولكن النواحي المادية وموافقات الإدارة بتقف قدامه شوية فبتفشل معظم الصفقات رغم أن الزمالك السفقة عمل صفقة كويسة لهي أحمد عيد عبد الملك فده السبب تفوق الأهلي ونوجد نظر زي ما قلت قبل كده وهفضل أقول النادي الأهلي أفضل نادي في أفريقيا مع مجموعة من اللاعبين المميزين المميزين زي ما قلتو لكم مجران ما عيدش الكلام تاني وأزيد إدارة مميزة في حاجة مهمة جدا حاجة مهمة جدا بتميز نادي الأهلي النظام والالتزام يعني إيه النظام والالتزام اللي بيخرج عن الصف فيه نظام داخل نادي الأهلي اللي بيخرج عنه بيبقى بره نادي الأهلي مهما كان اسمه وده اللي منجح نادي الأهلي عكس برده يعني الناس ه нейتزعل مني في نادي اهلي لكن هيجي الحقيقة في الزمالك في تسايب ما فيش نظام كابتالحلمي طولان بيحاول وبيجاهد ان هو يعمل نظام داخل الفريق ويعمل لوائح معينة وكذا وكذا لكن دايما بيصطدم ان فيه مشاكل في الإدارة الإدارة ما بتقفش جنب المدربين في نادي الزمالك وده اللي بيحصل دايما طيب تعالوا نروح لأخبار نادي الزمالك الزمالك يفكر في رفض لقاحة الكابتالي